زيد بنو ثابت بالزبط الناس تعرفوه وكلما تعرفوش فنشوفوا الناس اللي ما تعرفوش نعطوهم بعض المعلومات والناس اللي تعرفوه يدكم مع الصحابة باش نحروها من فلسطين وذاك شيء فهد صحابي الجليل هو واحد من كتابات الوحي يعني الرسول ما كانش تيكتب كان غير تيبالفال فكانوا الصحابة تيكتبوا ليه كان الناس اللي تيكتبوا ليه فزيد بنو ثابت كان واحد من كتابات الوحي كان هو اللي تيسكريفي القرآن السيمو زيد والثابت الثابت دي ما تتفكرني بالحاج الثابت شكو اللي عقل على الحاج الثابت اللي إخوان قديم الحاج الثابت قتلوه كان آخر إعدام وقعي لذا في المغرب هو هذا كان تيغتاص بالدريات وتيصورهم لاش تخرب يا قناع شي لعببها لك فهد كان هو انسبيكتور يا كوميسير كوميسير في البوليس وكان تيصور وكان غير يتسنى شوية دابة بالتليفون وكان القادية سهلة وكان خدام مازال لذلك الشعيين أوكي فهد هد هد تابت كان برهوش كان صغير هذا من الناس اللي كانوا براهش كانوا صغار لدرجة أن السيمو جرى عليه من جبغة يحارب في غزوة بطر جامس الدعاء وكانت كانت عنده واحد القدرة خارقة لأخوان بليس يعني خاصتنا نقفوا إجلالا واحتراما القدرات الخارقة ديال هاد خنات كانت سوبرمان من درجة كداب سوبرمان فهد سيد هذا كانت عنده قوة خارقة من درجة هو هو ديال الحفظ والتعلم يعني كان شي حاجة انكويابل خاصوا يدخل الكتاب جينيس ديال الريكوردس ديال الأرقام القياسية فهد القوة ديال الحفظ والتعلم عنده بانت السيمو فيه يعني السيمو بانت له فيه أنه يعاون بهد الموهيبة دياله وش واجدين لهوها ولا ما واجدينش خاصكم تكونوا واجدين لهوها وخاص تكونوا مستعدين نفسيا لانه تقدر يقدر يوقع عليكم شي مشكلة وتولي وصيدنا اخضر ولا زرق ولا جهة قال لي كاسيدي أنه من جابول عند الرسول قالوا له هذا غلام من بني النزار واحد من بني النزار فدار عنده الكاستينج دار عنده واحد الاوديشن فقال ليه ما كيفاش الرسول قال ليه هذا غرا صعيب في الحفظ وقال ليه انه ناوتي تعلم قال ليه يا الله يبين و اي جي تي فقال ليه قرأ عليه سبعتاشر صورة هاد زيد بنوتابي تقرأ عليه السيمو سبعتاشر صورة الرسول نشط السيمو عجبو الحال قال ليه اجي 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 قال ليه يا زيد تعلم لي كتاب يهود تعلم لي كتاب يهود فاني والله ما امنهم على كتابي شنوزت عني هادي قال ليه تعلم الكتاب اللغة تعلم اللغة دي اللي هود لانني ما تنتقش فيهم فجمو رسالات مثلا هادي قدر يزيد ليه فهمتي ما تعرفش اللغة فقدر واحد يزيد فيه فخرات بحليش بريل ما تعرفش ما يقدرش يوحيله وماشي سوقنا هاده شغل ما شغل ناش هادي فقال ليه انت انت اه زيد تعلم لي الكتاب دي اللي هود انت تولي الترجمان ديالي انت اللي مقا نخدم كفاة الشيء هاده تي النفس عامق شنو قال زيد فتعلمته فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته اتقنته خمستاشر يوم تعلم اللغة ديالي هود في خمستاشر يوم ماشي تعلمها انه تعرف يضمون ديب والباعير ولا يضمون ديش باعراء ولا شي عاجا نو تعلمها يتقنها اتقنته سيد ولا فلونت ولا تيطير في اللغة ديالي هود ما زل كينا سلوقي يكبر منا فما نصفقوش فمسي نعب شوية كالمة 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 لين كينا سلوقي يكبار من هاده فالرسول قال الاخونا اتحسين السيريانية بس سيموت يقلب على فهمتي بغي يزيد الخريف ويجمع ديال اتحسين السيريانية السيريانية يا الارامية اتحسين السيريانية قال لي زيد لا ما تعرفش انا السيريانية قال لي تعلمها سيموت قال زيد تعلمها فتعلمها زيد في 17 يوم ده بكبرات يعني بما فيه الكفاحة فالسيد شهر تعلم فيه اليهودية العبرية وتعلم فيه السيريانية في شهر واحد يعني لحسبتي 15 زائد 17 شهر مش يتعلمها كما قلنا بش يضمق تعلمها اتقان يعني يتقن هاد اللغات هذه ف تقول ما مره بي نصف شهرين حتى تعلمته فلما تعلمته إلا كانوا ليهود من تيكتبوا ليهود شيء شيء حاجة السيمو تنقرع السيمو وانا اللي تنقول له يعني هو اللي ولا جوجل ترانسليت ديال السيمو فيما يخص العبرية والسيريانية فزيد تشهر بأنه كاتب ديال الوحي تشهر بأنه كنت يترجم وتعلم اللغات وتشهر كذلك بواحد الحاجة أخرى اللي هي تميخيل على القرآن يعني الجمع ديال القرآن لأنه نهار مات السيمو وابو بكر شد الخلافة وعارفي نحن يا كيف اجداز داك الشي والدخل الويدة ديال ساقيفة تباني ساعدة ومنين هاتشي كين في البوخاري يا ابو بكر وانديرلك إغنور لي انت ديما تدخلات برزطني عادت برزطني دائما ما عندك مع مرقلتي شي حاجة نورمال غايت تتخربقني فالروم صافي لما تبونسي وما هو غير انا ما بقاش نشوف تتخربق دياله ديما تيدخلتي يعود نفس الهضرعات يعني تدك شي دياله حامض كن غير قطيتي بدل شوية ديما نفس الهضرع ديما ما علاش اخوة تابعني انا يا سير كواز ولعيك رمدان هذا سير تصلي يا صاحبي عشان ماش بنتبه سير يا صاحبي تقرأ القرآن سير يعني في عيواض ما تسمع واحد الكافر تيب بل بل سير قرأ اصعبي شي صورة عادير شي حاجة معناش جمع اصعبي الحسن وش انا هاترتي غا تجمع لك الحسنات وما فهمت شانا هاش غا تجمع ماي انا تجمعي السيئات انا تنضل نخربق في الصلعيمة والصلعيم والصلعوم وهذه فيها معناش على تلقهاد من فران ثمانين صاحبي هذا هو اللي يخصون بلادي من ساعد بن ابي وقعه صلى الله العادي انترابوه في جبهته يطيح فاتطعر المؤخرة دياله وفايضحكو نوستيك والصحابه في البالتوك فهد مين مت قلنا الرسول أبو بكر شبكها حروب ردة إن الناس ارتدت أغلب القبائل ارتدت فأبو بكر نوضى حيحة للقبائل أنكم تبقاهم مسلمين صحا تعطيون الزكاة وغادي تبقاهم مسلمين صحا بزز منكم فناضت الحيحة من هنا يا هادي التق قال لك في واحد المعركة اسمتها معركة اليمامة ماتوا فيها بزاف ديال الحفاظ بزاف ديال الناس اللي حفطوا القرآن ماتوا فعمار جاء عند أبو بكر قال لي شوف راح الحفاظ ديال القرآن ماتوا بزاف ورخصنا نديروا شي شي حل يعني خصنا نجمعوا القرآن ولا القضية غادي تحمد فأبو بكر مشا كلف زيد بن أبي ثابت مشا كلفه قال لي انت غادي تمشي تجمع القرآن فهد زيد بن أبي ثابت مشا زيد بن أبي ثابت مشا مشا تجمع تجمع من من العظام من من زريد الناخل من الوراق دي من الحشلوش فمشا مشا تجمع 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 القرآن تي ما يخلع على القرآن بش يصووا بيجمعه قال ليك حتى وجدت آخر صورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره صلعومي واحد اللي كان عنده آخر صورة التوبة واحد هو أبو خزيمة كانت كون مات ذاك أبو خزيمة كورا التوبة ناقصة واحد صافي ما عارش نادو وش كانوا تيحفظو ذاك شي ناقص مهم فقال ليك لم أجدها مع أحد غيره فهي هذيك يلا قد جاءكم رسوله من الفيسكم عزيز عليه معني تلح للقرآن آخر صورة التوبية فبقات هاد الصحوف عند أبو بخر قال ليك تمت ثم بقات عند عمار تمت ثم بقات عند حفصة بنت عمر فغادي جي وقت عثمان كانوا الصلاعيمة دخلوا البلدان بزاف كانوا الغزواج بزاف هرفوا على بزاف المناطق فترونت القادية فجوا حدخونا اسمته حوديفة بن اليمن الله يعطيه من الله من يستحق هذا هو اللي يخرج علينا هذا حوديفة بن اليمن هو اللي يخرج علينا لأننا كان ممكن يكون عندنا اليوم بزاف ديال القرآن ونشوفوه الاختلافة اللي كيناه ونقلبوه على الأصل فينا هو وهذا شي جاهد حوديفة بن اليمن قوض علينا السوي جاه عند عثمان الله ينعنون نخزيه فجاهد عند عثمان قال ليه وارا كي الناس صاحب دبرة تدخلوا الناس من أرمينيا وتدخلوا الناس من أدريبيجان وتدخلوا الناس من هذه الإسلام وراء تبدوا يقرؤوا القرآن وتبدوا يغلطوا وقين الاختلافات وذلك الشي فقال ليه أدريك هذه الأمة شو لد الحرام أدريك هذه الأمة يا أمير المؤمنين قبل ما نختلفو في كتابينا ونقول لي وبحل قول لي هدري بحل دك صاحب العدال أو التعمير ونختلفوا هذه الكتاب ونختلفوا كما نختلفوا اليهود والنصارى في كتابهم أعتقنا يا أمير المؤمن فامشا عثمان قال لحفصة آري ديك الكتاب ديالك اللي جمعته آري مشا جعيت الزيد بن ثابت قال لي آجي آجي هو عبد الله بن الزبير وسعيد آآ بن العاص وعبد الرحمن بن الحارس فجاء قال لي هم شوف أتسكري فيولي نغدروا لنا كوبي كولي هنايا و قال لها دوك القريشيين اللي كانوا في دك الجماعة قال لي هم إلا اختلفتوا في شي حاجة كتبوها بليسان قريش مين كانوا تيدروا كوبي كولي قال لي ملغت يلفتوا في شي حاجة كتبوها بليسان قريش لأن القرآن نزل بليسان قريش فبدو تيسكري فيو بدو تيصوب وطاق من نعنا يا هادي من سالق اللي هم صافي أي قرآن كايين حرقوه حرق حرقات المصاحف وشتدو ورق كوبي كولي اللي دارو وبدت يصاف للأمصار ودك شي هاد الشي كامل را ما كاينش دابا ما كاينش مصحف عثمان ما كاينش ما كنتش نسخة من مصحف عثمان ما عدنا والو هادي غيلة هدرا اللي وصلتنا اليوم ما عدنا تش مخطوطة هي مصحف عثمان شي حاجة اكتبها زيد اللي اكتبها والو عوير أو خوير وثالث ما فيه خير ما كاينش ما كاينش ما كنتش شي حاج ف هاد زيد بن تابت كان عنده واحد العدو ما تيحملش فيه صعر تيكره مزيان والناس الراسخون في الكفر وما اللي يعرفوش كنوا كان كان واحد تيكره زيد بن تابت تيكره تيكره تيتم بنتيحملوش هو عبدالله بن مسعود نعم عبدالله بن مسعود علش مرة من كت HAS ضع لان خده هاد المهمة ديال القرآن وخاع عبدالله بن مسعود هوا بحال تقول هو السوبرمان ديال القرآن عبدالله بن مسعود حضر الاخر عرضات ديال القرآن تعرف الناس والمنسوخ يعني بحالي لقلت عبد الله بن سعود هو القرآن عبد الله بن سعود هو القرآن بحالي لقلتها يعني من درجة عبد الله بن عباس وذلك بحالي تقوله هو القرآن فكين بزاف الروايات اللي تقلق فيها كعام زيان عبد الله بن سعود على زي بن سابت كين ذاك الرواية اللي تتقول لك أنا أسلمته وما زال في صلبي أبيه كافيرا كين رواية أخرى يقول لك أنا انا حفظت سبعين صورة اكثر من سبعين صورة من فم الرسول وهات زيد بنوب تابيت كانو ما زلت يلعب البينغ مع البرهج ما زلت يلعب الترومبية مع البرهج انا اخديت سبعين اكثر من سبعين صورة من فم الرسول فكان حاقد عليه محملوش لينا قللك انا يعني بالنسبة ليه واللي كان خصوه يتكلف بالمهمة اللي تعطات لزيد بنوب تابيت فمين ما تدخونه هذا زيد كانت عنده هذا الكرامة هذه وقعي لان بدك اللعبة دي لانه حفظ تعلم اليهودية والسيريانية في شهر وقعي لان كان زارب عليهم ربما كانت يخربق عليهم ما قدر يكون هو ما تتعلم مواله يكون عاتي شد مثلا شيء حاجة ويقول وقعي لبزاف دي اللي هود وديل السيريان مشوخلاع بسبب ان زيد بنوب تابيت كانت يقول شيء هاد راقع ما كتبوه ومزم بحال ده بتي ديروا مع الجيزية ولا شيء حاجة تيستقتيم شيء تفرعهم اعرق قالوا للك مام تعفقين شيء حاجة بحاله ما عرفتش يقدر يكونوا في هاد القوى البادي فمين مات؟ مين مات؟ زيد بنوب تابيت قال ابو هريرة واحد الكلمة عجيبة قال مات حبر هذه الأمة مات حبر هذه الأمة ولعل الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا يعني الله يجعل لنا شيء خليفة لهاد حبر الأمة اللي مات يكون هو ابن عباس فابن عباس برأسه قال على زيد بن تابيت قال لقد دفن اليوم علم كثير لقد دفن اليوم علم كثير من مات هاد زيد بن تابيت لقد دفن تابيت جوني مات وهاد أخطار موافق وهاد خطي